نتابع أخبار الموديال ومع نتيجة مباراة الليلة يلي عم تلعب حاليا بشوطة تانية مع تقدم هولندا على أستراليا بنتيجة 3-2 نشير إلى أنه المنتخب الأسترالي كان عم بشكل مفاجأ ويتقدم على هولندا بنتيجة 2-1 من لحظات أيضا منشوف مباراة الليلة مع تشيلي وأسبانيا أسبانيا اللي رح تجرب ترجع تعيد قوطها بالموديال وتفوز على تشيلي بعد الخسارة يلي صارت معها أمام المنتخب الهولندي يعني خسارة كتير كبيرة 5-1 نتابع أيضا مع مباراة الليلة كاميرون وكرواتيا اثنين تنبشوا على الفوز الأول لألون بالموديال أما تشكيلة المنتخب لتشيلي للليلة أمام منتخب أسبانيا رح تكون 4-4-2 مع تأخر لدياز بخط الوسط وفارغاس وسانشاز رح يقودوا خط الهجوم ننتقل سريعا لحتى نشوف تشكيلة المنتخب الأسباني وكما وعد فيسانت دي البوسكي المدرب رح يصير في بعض التغييرات مثل ما نلاحظ هنا خافي مارتيناز يتوقع أنه يأخذ مكان جيرار بيكي نسبة لأداءه الضعيف نسبيا بالمباراة السابقة وأيضا بيدرو رح يكون الجناحة الأيمن بالمباراة بدلا من ديفيد سيلفا إذن هل هني كانوا أبرز أخبار الموديال للليلة ترجمة نانسي قنقر